لا تحاول أن تكون إنسان لا يخطئ فهذا مستحيل بل كل إنسان يتعلم من أخطائه فهذا عظيم لا تحاول أن تبحث عن الوجه الآخر لأي شخص فكل منا جانبا سيء يتحاشاه حتى مع نفسه الاشتغال بسرائر الناس يفتح باب سوء الظن وظلم القلق في مرحلة من مراحل عمرك ستعرف أن الاحترام أهم من الحب والتفاهم أهم من التناسب والثقة أهم من الغيرة والصبر أعظم طريق للوصول إلى أي شيء الحيوان يغضر عندما يقوع والإنسان يغضر عندما يشبع لا تربوا أبناءكم كما رباكم آباءكم فقد قلقوا في زمن غير زمانكم اجرح شخصا بالصدق لكن لا تسعده أبدا بالكذب إذا رأيت الرجل يفضل أهانة الأنسى فتأكد أنه يخشى الرجال وإذا رأيته يقدرها فاعلم أن الرجال يخشونه إن مشكلتك ليست سنوات التي ضاعت بل السنوات القادمة التي ستضيع حتما إذا واجهت الدنيا بنفس العقلية لا تبالغ في المجاملة حتى لا تسقط في بئر النفاق ولا تبالغ في الصراحة حتى لا تسقط في وحل الوقاحة عندما تفرح تذهب إلى أكثر شيء أو شخص تحبه وعندما تحزن تذهب إلى أكثر شخص يحبك وما أروع أن يكون هو نفس الشخص الصمت متعب لكنه يبقى أرقى وسيلة للرد على كثير من الكلام الإختلاف في الرأي ينبغي أن لا يؤدي إلى العداء وإلا كنت أنا وزوجتي من ألد الأعداء غندي إن المكان الوحيد الذي أستطيع أن أسند إليه رأسي وأنام فيه مرتاحا مطمئنا هو حجر أمي إذا خفت فلا تقل وإذا قلت فلا تخف الإعتذار لا يدل على ضعفك ولا يعني بالضرورة أن الطرف الآخر على حقه بل قد يعني أنك تمنح علاقتك بهم قدر أكبر من كبريائك إن التاريخ لا يتتذكر من يرتدي ملاب السمينة وإنما من يعمل من أجل أفكار سمينة عبدالله المغلوس رجاء الاشتراك في القناة ولا تنسوا دعمنا مطمئنا مطمئنا مطمئنا